بيئاتنا الخارجية بتأثر تأثير كبير جدا جدا على جودة حياتنا وعلى قدرتنا على الحفاظ على التوازن في حياتنا وتحقيق أهدافنا وتنفيذ خطاتنا الشخصية والعلماء درسوا تأثير بيئة العمل أو بيئة المنزل على العديد والعديد من الأشخاص في مختلف المراحل العمرية ومختلف المراحل الحياتية وجدوا إيه؟ وجدوا أن بيئة العمل أو المنزل بتأثر على مستويات القلق اللي بنحس بيها بتأثر على التوتر في حياتنا بتأثر على شعورنا بالإجهاد العصبي وجدوا كمان أن البيئة اللي بنعيش فيها بتأثر على جودة النوم وبالتالي جودة النوم أو انخفاض جودة النوم بتأثر على تركزنا وعلى إنتاجيتنا الولماء كمان خاصة خاصة في الدراسات الصناعية وجدوا أن ترتيب مكان العمل بيأثر كتير جدا جدا على أداء العاملين ومش بس كده في دراسات ربطت ما بين تردي الأحوال في بيئة المنزل أو بيئة العمل والإدمان السلوكي اللي ممكن نقع فيه زي مثلا أن احنا ندمن مشاهدة التلفزيون أو أن احنا ندمن الفيديو جيمز أو أن احنا ندمن الطعام وفي دراسة لطيفة جدا توضح لنا مدى تأثير البيئة اللي بنعيش فيها على أمور ما نتخيلش أن هي ممكن تكون بتأثر فيها في الدراسة دي شركت 101 طالبة جامعية والطالبات كانوا عايشين في سكن مشترك ويعني سامحوا للطالبات في المجموعة الأولى أن هم يسيبوا المطبخ بتاعهم في حالة مش مرتبة أو في حالة من الفوضى ويعني قالوا لهم ما تنظفوش وما ترتبوش وما تروقوش المجموعة الثانية شجعوهم أن هم يرتبوا المطبخ ويحفزوا على نظفته وطلبوا من المشاركات أنهم على مدار اليوم يفكروا في الأوقات اللي حسوا أنهم مش قادرين يسيطروا على شهيتهم وفي آخر التجربة خيروهم تاكلوا كوكيز كعك محلة ولا جزر والنتيجة كانت لطيفة جدا المشاركات اللي كانوا عايشين في السكن اللي فيه مطبخ فوضوي وكتبوا وقالوا أن هم كانوا في حالة عقلية خارجة عن السيطرة مش قادرين يسيطروا على تركزهم وحالتهم العقلية اختاروا أنهم يكلوا الكحك المحلة أكتر وأكتر بمعدل 103 سعر حراري للكعكاية أما بقى المشاركات اللي كان المطبخ بتاعهم مرتب ونظيف ومنظم قادروا أنهم يسيطروا على حالتهم العقلية وبالتالي على شهيتهم واختاروا الجزر بمعدل 38 سعر حراري فقط وخلص العلماء والباحثين أن البيئة الفوضوية بتخلق جوانا ضعف أمام اتخاذ خيارات غذائية غير صحية الناس اللي عايشة في بيئة مش مرتبة مليئة متكدسة بالأشياء والأغراض أحيانا يعني قدرتهم على السيطرة على شهيتهم بتضعف وبيختاروا الأغذية اللي بتضر بصحتهم طيب تعالوا نتكلم أكتر على إزاي الفوضى في بيئتنا الخارجية بتضر بعقولنا وأدمغتنا الولماء وجدوا أن الفوضى في البيئة الخارجية ليها تأثير تراكمي على أدمغتنا والفوضى في البيئة الخارجية وعدم ترتيب المكان بيخلي فيه محفزات متعددة موجودة في المجال البصري أو في مجال بصرنا وكل المحفزات اللي موجودة في الكراكيب والأشياء الغير مرتبة اللي حوالينا بتتنافس على ما يسمى التمثيل العصبي وبالتالي بتضعف قدرة أدمغتنا على معالجة المعلومات أي حاجة موجودة في المجال البصري حوالينا مخنا بيتعامل معاها على أنها بيانات ومعلومات فتخيلوا بقى المكان المكاركب اللي أنا موجودة فيه وهو قاعد عمال يديني إشارات ومخي قاعد عمال يتلقى إشارات كتيرة جدا 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 من المحفزات البصرية الكتيرة اللي حوالي فطبعا يعني مخنا يعني قدرته على معالجة المعلومات والبيانات اللي جاية من البيئة الخارجية بتقلل التركيز وبتضعف قدرتنا على التركيز على الأمور المهمة وبالتالي انتباهنا أو تركزنا الموجه على التفاعلات التنافسية دي النتجة عن الفوضى اللي موجودة في بيئتنا الخارجية بيكون لها تأثيرات سلبية كتيرة قوي قوي علينا من ضمنها أنها بتستنزف قدرات أدمغتنا لأن البيئة اللي حوالينا مليانة تذكيرات مرئية زي ما قلتلكم فيه تفاعلات تنافسية على المجال البصري بتاعنا ففي تذكيرات مرئية مستمرة وبالتالي مخنا ما بيبقاش قادر ينظم مواردنا المعرفية وبيحصل حاجة اسمها الإلهاء البصري الفوضى اللي موجودة في المكان اللي حوالينا بتعمل لنا نوع من التشتيت البصري الإلهاء البصري ده بيقلل من ذاكرتنا العاملة مخنا عنده حاجة زي الرام والرام اللي موجودة في الكمبيوتر فيه زاكرة طويلة المدى دي اللي بنفتكر فيها المعلومات اللي بنحفظها وذكرياتنا القديمة لكن فيه الزاكرة العاملة أو الرام زي اللي موجودة في الكمبيوتر دي الزاكرة القصيرة المدى اللي بنخزن فيها معلومات بسيطة على مدار اليوم فالإلهاء البصري اللي موجود حوالينا نتيجة الفوضى والكركبة بيزود الحمل على أدمغتنا وبالتالي تبقى مثلا الشخص ماشي يقول إيه ده الله أنا كنت هنا بعمل إيه أنا كنت هنا جايي ليه هو أنا حطيت الشيء ده فين كل الأمور دي بتشتت لنا تركيزنا فمقدار التركيز والانتباه عندنا بيعتمد على المنفسة العصبية للمشتتات اللي موجودة في بيئتنا الخارجية كل ما زادت المشتتات في بيئتنا الخارجية والكركبة والأغراض اللي قاعدين نكتنزها في المكان وعدم ترتبنا لمكاتبنا مثلا أو لمكان العمل كل ده بيأثر وبيعمل ما يسمى بالمنفسة العصبية وبالتالي تركيزنا وانتباهنا بيتأثروا كتير والاختلافات في ساعة الذاكرة العاملة اللي أنا كلمتكم عنها بترتبط بنشاط قمع المشتتات في القشرة البصرية يعني إيه الكلام ده القشرة البصرية في مخنا بتمنع المشتتات دي من إنها تتنافس على تركيزنا لكن لما تزيد المشتتات اللي موجودة في بيئتنا زيادة قوي 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 بقت القشرة البصرية عندنا مش قادرة تتعامل مع يعني كم المشتتات اللي جاية من الخارج وسنة 2011 وجد بعض الباحثين في علم الأعصاب استخدموا التصوير بالرانين المغناطيسي الوظيفي FMRI وكمان آسوا قياسات فيسيولوجية أخرى في بيئة مليئة بالفوضى وبيئة ما فيهاش هذه الفوضى ومرتبة سواء في العمل أو في المنزل فوجدوا إن الناس اللي يعني كانوا عايشين في بيئة مليئة بالفوضى ومش مرتبة لما اتزالت هذه الفوضى واترتب المكان وتشال الحاجات اللي مش ضرورية نتج عنه قدرة أفضل على التركيز ومعالجة المعلومات وزادت انتاجيتهم كمان فيه مجموعة أخرى من الباحثين وجدوا إن مستويات هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول كانت عالية جدا جدا عند الأمهات اللي بيئتهم المنزلية مزدحمة ومكركبة وهذه الاستجابة بتؤدي لتغيرات جسدية ونفسية بتؤثر على قدرتنا على إن إحنا نحارب الأمراض على إن إحنا نهضم الطعام اللي إحنا بنكله فيه ناس بتتعرض يعني فرص تعرضها لمرض السكري أكتر بكتير ارتفاع ضغط الدم أمراض القلب علشان كده ترتيب بيئتنا الخارجية مهم جدا جدا لو إحنا عايزين ننظم حياتنا ونحقق أهدافنا وخطاتنا الشخصية مش بس كده الفوضى في البيئة الخارجية كمان بتأثر على علاقتنا مع الناس اللي حوالينا سواء زملاء العمل أو في محيط الأسرة في دراسة اتعملت سنة 2016 وجدوا إن الفوضى اللي موجودة في الخلفية يعني في البيئة المحيطة أثرت على قدرة المشاركين كانوا بيتفرجوا على فيلم معروض وهم بيتفرجوا على الفيلم المعروض ووجود هذه الفوضى في الخلفية أثر على قدرة المشاركين إنهم يفهموا التعبيرات العاطفية على أبطال الفيلم فبقوا مش قادرين يعني كأن زكاءهم العاطفي اتأثر فبقوا مش قادرين يترجموا التعبيرات العاطفية اللي الممثلين دول بيعملوها وبالتالي لو طبقنا نفس الكلام بقى على محيط العمل أو محيط الأسرة حنلاقي إن البيئة الخارجية بتأثر على قدرتنا على التواصل مع الآخرين من حوالينا وكمان بتخلينا نشعر بتوتر وإرهاق ممكن ما نكونش قادرين نترجم هذه المشاعر أو إن احنا نعرف سببها إيه وجدوا كمان إن الأشخاص اللي بيناموا في غرف نوم مزدحمة مكركبة مليانة حاجات كتير بيعانوا من مشاكل في النوم وصعوبة في النوم وإضطرابات أثناء الليل وغير كده كمان إن الناس اللي بيعيشوا في منازل مزدحمة ومكدسة ومليئة بالفوضى أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 77% من الناس اللي بيعيشوا في أماكن مرتبة ترجمة نانسي قنقر